لا منطقة آمينة في سوريا حقيقة تحرج الدول المستضيفة للسوريين لا سيما الراغبة بإعادتهم ويدفع ثمنها ضحايا عمليات القصف والتفجير فبينما كان وجود منطقة آمينة مطلبا لمعارض نظام وتوجها تركيا ربما يحقق حلا جزئيا لملف اللاجئين لديها بات الشمال السوري المنطقة المرشح لتطبيق ذلك هدفا دائما ومستمرا لكل من لا يرغب ذلك ولا يريد تحقيقه بالقصف تارة والتفجيرات تارة أخرى وزير الداخلية التركي سليمان سويلو في تعليق على قصف سابق تعرضت له مناطق النفوذ التركي في الشمال السوري قال إنه عاقب تحدث الرئيس التركي عن خطوات لإعادة مليون شخص للشمال السوري بدأوا بقصف تلك المناطق وهو ربما يؤكد عدم جاهزية المنطقة لاستقبال المزيد من السكان مجزرة مدينة الباب والتي راح ضحيتها أكثر من 45 قتيلا وجريحا من المدنيين كانت آخر العمليات التي نفذها نظام بشراكة مع قسد بحسب المجلس الإسلامي السوري الذي قال إن العصابة الأسدية مجرمة ولا يمكن التصالح معها بشكل من الأشكال واختيار هذا التوقيت للعدوان هو رد على كل من يروج للتفاوض أو التصالح معها وفق بيانه يشير الائتلاف الوطني لمسؤولية نظام وقوات سوريا الديمقراطية المباشرة عن القصف بينما تنفي قسد مسؤوليتها عن القصف بحسب تصريحات مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية فرهاد شامي في المحصلة وبغض النظر عن مصدر القصف تعيش المناطق المحررة اليوم نزيفا اقتصاديا وبشريا وسط غياب لأهم معايير المنطقة الآمنة وهو ما أشار إليه مدير العمليات في المرصد الأورو متوسطي أنس جرجاوي حينما قال إن القصف على مدينة الباب يمثل تذكيرا إضافيا بعدم وجود منطقة آمنة ويبين مدى هشاشة الاتفاقات التي هدفت إلى حماية تلك المناطق من الهجمات العسكرية